نحو البناء نسير نواصل نحو المعالي المسير نشيد بالحب صرح الهفا نبني إلى الحق أسمى الجسور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحبتي في الله وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي برنامج مع الناس لعلنا نسهم بمعيتكم في حالة بعض مشاكل الأمة ومشاكل الوطن ولعلنا نذكر الغافلين عن بعض الأمور التي نهاهم الشرع عن التكابها أو حتى هم الشرع على الاتذام بها حلقتنا هذه الليلة استكمالا لممضان في الحلقة الماضية وهي الأخوة الإيمانية بينا أن الأخوة الإيمانية أعظم من أخوة الرحم ودللنا على ذلك بكثير من الأدلة لعل أعظمها كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تواجهوا مع أشقاءهم في ميدان المعركة في معركة الكفر والإيمان خوة شكيقة في وسط المعركة بل بوه في المعركة في الغزوة تقاتل بسيف الإيمان وسيف الكفر وانتصر سيف الإيمان ما هوش عقوق النصر تل الدين فهالدين العظيم هذا اللي جمع ما بين المسلمين أبيضهم وأسودهم عربهم وعجمهم بالاستثناء لما ينقوا واحد صيني مسلم يقول لا إله إلا الله أو أمريكي مسلم يقول لا إله إلا الله أو أسترالي أو جنوب أفريقي ما يعنينيش بمجرد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وجب له ما وجب لأخي المسلم الذي تربطه نبيه علاقة الرحم فمن بين ذلك مجموعة حقوق منبوش نضيعوها معاش نبو السلبية المطلقة اللي دائما تتمتل في عفض الأمثال التي قيلت لموقف معين أو في زمن معين أو نظر لتصرف معين ما يعنيناش شي يبينا لولين يقول واخترص يقص من يقال هذا تشد من يقوله اللي قالها رضي الله عنه ولا دا كيف واحد أخطأ قال الكلمتان هذه عجبتهم الناس حفظوها وتوارتوها شين أخترص يقص يعني لأخيرين كلهم معنينيشان إيه يعني رأيته مظلمة وقعتها لأخير مسلم أو آل القريبية أو لجاري مظلمة نقول لا 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 شأنكم به أخترص يقصه والله نقول له والله يا الخير ما دلت الشر من يجيني هذه ما شاء الله سيصنح حفظينها تقول حفظي الفاتحة كن ما واش يبينا لكن لما جيني تقول له رأى وداله على الخير كفاعله هذه وخروا تلتين هم يوخروا ما سمعناش بيها قبل والله من سنة حسنتان فله أجرها وأجر من عمين بعليهم القيامة بعض سمحها والبعض ما سمحها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان طائفة من الأعزائز والشابين يعرفوها بالعامية ولا بالقرآن والباقي ما يعرفوهاش لكن أي مثل نقولها بالعامية كيف هذا ما نعرفوش شيء يعني تقول بعض يلقاه متخالفين أخوه وجار مسلم ما هوش ليبي جار لبناني جار تولسي مهم يملك إن شاء الله حتى في فندق لما يتعاركوا أنت مع من تكوه لا 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 يقولك والله المميين الماشي للسدرة الزيتونة ولا بها شن تقصد يعني يعني الحق أنا ماشي لجاري لأعطيه لأخوي قبل لا لا بيّن لك شرعنا الحنيف أنه لابد لك أخي المسلم أختي المسلمة من إعطاء الأخوة حقها من حيث الإيمان الأخوة الإيمانية من ذلك مثلا إن جيت أخوك المؤمن مخالف للشرع في أعماله في تصرفاته شيء يخالف شرع الله غلط اللي يدير فيه خاشر مصرفة نيجيت حبيبي وصاحبي وهذه كم من مرة صارت لي لنفسي خشيت المصرفة واحد قال لي بالله يا شيخ ما عليك شيء تضمنني في سلفة تباقي السلفة هذي كيف يعني شرعية هياه لا والله الشهادة هذه ريبوية من ريبوية محضع حتى اللجنة المراقبة عن مصارف مش خاض عليه المصرفة بكل بقى أنت شنزرك عليها قلت إن شاء الله خير بقى بيعالش مرتبة تموت ولا صغارة والله قال لي لأ والله زي ما نقول لكم وكلها مكديم مرافقة فوق ديها من عشر ستين ممكن قال لي والله عندي المرأة عندها مزيوده بتدير سبوع زيها زيها ها سلفاتها بياخد سلفة بيقيمة عشر الاف أو عشرين الف من مصرف بيش يدير أسبوع في الصالة بيش يعزم الله والمرأة تشبع في روح حاجة كبيرة حتى كتاب تتحدى الله سبحانه وتعالى بالرباء ما يعني هاش الراجل جاب الفلوس بالرباء داهم من أصحابها خنبهم خمبة هي ما يعني هاشي المرأة هادي الغير صالحة يعني ها أنها لما بتخشت الصالة وينما تخشت سلفاتها وحمواتها وجاراتها يا ما شاء الله يا ما شاء الله أو اللي بيقول بندير أسبوع ولا بلاش ويروح يدرسوا بها أسبوع وبعدين عليه أول حركة حفلة أخرى أحسن من هادي ينسوا هادية لكن دوين كل ذلك في صحيفة الرجل بحاس بربع عربة ها فأذنوا بحربي فإن لم تنتوا فأذنوا بحربي من الله ورسولي مختلكم أعرف اللي خاشين عن الرباء موسى لراه يمحق الله الرباء ما حق والله اللي جاءنا جاءنا بعد أخذونا بأي نحن بعد هذه الحفلة وتما عين وما ودن تدوا بخشاتوا عن الرباء وتسلفتوا بالرباء وأنتم باقي مرتوا شيء قاعدين من ربي لأنكم تحدثوه لأن حرب مع الله سبحانه وتعالى فهذا كمثال لأي تصرف تجد فيه خلق المسلم بديرة مخالف للشرع مش تشاهدر بيها عاد أنت مصدق عمية وشدت خانم لا 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 تعرف يقبل النصيحة أمام الملأ ونصيحة التنفع أمام الناس وتنفع الناس اللي يسمعوا هات تقدر تتكلم أنت بصفة عامة وتقول معلش يا إخوان ما تكلمش عن صعبك هذا رأوا قضية متكلمكم عنها شيء مهم الناس الآن استباحت مال الرباء ومعا شعرفوا حكم الرباء في الإسلام وما يعرفوش أن يحساب المصارف في جهة حكومية مشرعة للناس بمجرد مدارة القرض إذن هذا حلال لأن كندا مداراتش الدولة ما علاقة الدولة ما علاقة المصرف هذا تقر الجهات المختصة هل المصرف هذا يخضع لرقابة شرعية أي المصرف كان فيه طبرق والله كان فيه رسج دين ما يعنينيش فبعض المصارف تخاف الله في الأمر هذا احنا قلنا كل كميتان إيات راجل ما شاء الله رفع مرته مرته لابس أخمار صاحبك هو وابن إيات عمره 22-28 بنات تبارك الرحمن في سن الزهور طالعات لابسات سراويل الجنس والله ضارات عوراتهم كلهم والله شعورهم مكجوف والله مسكين للبي شبعها صغيرة هي لأنه بنته بيته وانت غام عزوزتك أو مرتك أو كده وطالك بنتك اللي هي رأس الفتنة في الطرقات معلش شي ما تجدش كلمة قدام مرته لأنه مرته تسبب في فرقة ما بيناته مرة واحدة هذا الشي نقل فيك وكيف يكلم فيك على ابنوياتي ومن قل لي يشبعها لهم مرة واحدة وهاءت ما عندك من دوة بعدين بينه وبين المرة لكن أنا هنا أخذه بروحها يا ولد انت شبع فيه تخاف ربي وحتى ما شاء الله عليك غيوره لزوجتك وسترها يسرق ربي دنيا أخرى أنا بالابنويات رام كبروا راودين شي مشكلة للناس هتبعش برويتك هذا النصيحة تعرف ما يكبرش منك انت بعدت النصيحة مع شخص آخر يقبل منها ما في داعي شدنا من ودنا تقول لي كلام هذا خاصة كان بينك وبينها حالات أخرى يقول لك هذا خير مدين راسه وراسي طوان إيه نقدم في الحارس البلدي سكرت لجاري الدكان متاعه لأنه مقالف لقواعد الحارس البلدي وبعدين لقيت المنظر هذا جيت بننصحة بعد ما سكرت لدكانه وتقول الله يا ولد تقول لبنية يا ستر وحب تيه وفيك فما تكلمني انت و تقول لي في الدوة هذه مثلا تقربت لي مات وسكرت لدكاني تبي تلحقني هاته في عرضي واشبعش بميترتب لها النصيح هذه هذي ما نبوهاش هذا غلط منا كيف الصح الصحاني لما نشبع غلط لابد نوسي نقبل نقدر أني نكلمة ويقبل مني نكلمة نعرف ما يقبلش مني يقبل من غيري مش اللي غيري نعرف هاذا مسكر باكم من رو أحدهم عني كيف نكلمها الله غالب نمشي لقاطيب الجمعة وقل له راوي رأيت منظر ما فيش داعي الأسماء رأيت منظر يا ريت نقول لنا انت كقضية عامة على المنبر مثلا او اعلامي نحن نقبله من الان اي المتصل يقول لي يا ريت يا شيخ تكلمنا يا فلان تكلمنا عني الموضوع الفلاني موضعك شيء لكن فيه برنامج معي ما كلمتناش عليه ندونه ونتكلمه والله ما عندي اي الموضوع نقف قدامها كيف يمثع الناس هذا الشرط ايا كان هنتكلمه عليه بما علمنا الله فكنا يد واحدة ليصلحها للناس ليصلح المجتمع لنكونوا متحبيين لنجهر الغرب واغل الكفر وغيرا نحن نتفضلوا شوفوا اهل الاسلام توقف بك السيارة كيف يتسابقوا كلهم لتصيح سيارتك وكان عندك تسويني اول حوش يحتويهم في الليل ولا في النهار ماهناش الكلام هذا رأوا في الغرب في الغرب حق جنابك ووقفت سيارتك حتى في السريع اتصل فيه الورشة السريعة بعدها يقولوا كيف تورك كيت وكيت عندك ما عندك هذا ما يعنيه مش لكن احنا عنده يجيك الرفاعي زي ما يقوله عزيزنا تصير لك مشكلة كانك ولد عيلة ولد بيتية كل الناس سوفوا معك فمن اول الحقوق زي ما قلنا في هذه الليلة أن ننصح كل من خالف ننصحه نوجهه نحذره من مزالق السوق نضرب له الأمتال زمان لما كانت في عقون ليرة في ميلادنا ميلاد الإسلام وكانت النهضة التقفية في أوجهة لما كانت أوروبا في العصور المظلمة اتصوروا الكتاب والأدباء شين يديروا ترى يديروا في مسلسلات في الورق اللي هي كتب أدب الملوك اسمها لما يبقوا ينصحوا الملك يدير كتاب ألف ليلة وليلة الكاتب كتاب معروف ومشهور كتاب أدب كده الحيوانات يحكي فيه قصة الحيوان اللي هو الأسد يريد أن يتكلم عليه الأسد هو في أخي يتكلم عن الملك قصة ظلم الأسد للأرنب هو يتكلم عنه ظلم الملك للرعية فما يقدرش يكلم عن الملك يقول له سيادة الملك أراك أنت جوزت حدك طي لا لا ستطول لكن لما يجبوا لك قصة زي هذه يقبلها الملك ويصحى محترفة في الأمر في النصب في غيرها تعالى يا ولد أنت باكتمشي الشركة هذه أراي هذه بيسلبوك وبجي تبكينها غضوة في السفارة وبتقول أعطوني وأعطوني أهولي نصحك من الآن ما كان نصحت هادي مواعرين والله ما يرحموا أنت متطرفين فكرياً غادي دواعش جو قدموا له هذا الليبي المهاجر والله المسلم المهاجر في بلاد الغرب قدموا لها خدمات كبيرة بيش يحن لهم لأن الإنسان زي ما قال الإمام علي أحسن إلى الناس تستعبد خلوبهم كنت تتذكر عليه أحسن له بس لطالما استعبد الإنسان إحسانه هذا وقع قال لي لما تقدم لي هنقولك صر في عيني جميل معاش ترفع عيني فيه فهذا لما نجاهني زي ما قلت لكم في بلاد غربية بيضحكوا عليه دين طريقة ما نقدرش ننصح مباشرة نبعد لبني كلمة إن شاء الله ندين له وريقة بيدون اسم حط لها في سيارة أو لها في غيرها ألها بروحك يا ولد أراه الطريق اللي ما شفها غلط أراه الناس هذا ما يواعرين أراه السابقان ضحكوا علي غيرك هذه النصيحة هذا واجب راه مش باب الاستحسان في الأمر وين ما تجي أخوك المسلم أين كان المسلم واقع في بلاء يجب عليك وجوبا شرعيا أن تسانده وأن تخريه مما وقع فيه المحضور حديرهم تلك الرفقة السيئة اللي داير به بيّن له عواقب الرفقة رفقة أصحاب السوء جيني ليش لأنه كان كل واحد بيّن له بروحه وبيدرك أخوه المسلم هنضيعه كلنا بايا ناكت أخي المسلم يحمل فكرة منحرفة زي ما قلنا له أراه خاطئة شاب مراهق عنده أراه مجانبا للصواب نقول لي صغالي اسمه هادا معشي بيكموا معه بس تات القضية هذه باقي وصغر عمي وصغر جيراننا وصغر خالتي ما بيخالطوه وهم بعدين بيخالطو صغالي في المدرسة ولا في العرس صار جيتها جيت أنا ما أنا جل الحل في القضية مش حدر صغالي قبل أني نمشي لهول أول أو نبعت له من هو اللي ما غنضيف ما نقدراش عندي صاحبي وساء ما يقدر ترى يا وسامة برنا للسيد سعيد وقل له راه أنت وين ماشي في الطريق راه أنت دماغك نضيف نحس فيه الراجل خاش في فكر الدواعش ولا خاش في فكر المنحرفين ولا خاش ما نعرفش آه خلاص المرتمام يمشي له صاحبة ويحذره مما وقع فيه من أفكار هدامة من أفكار سيئة من أرى منحرفة يبين له أسباب ذلك علي يا سازة قال للينا تفقحها هذه نجيب له من الأدلة من الكتاب ومن السنة من أحاديث صحيحة بحيث أن ما نرى لما نشاهد كي من فرع أنا عرفتك شا الدين وهو أنا بنقول لك أنت فاهم النص خطأ بدليل أو فيه واحد اثنين ثلاثة عرب هذا كي خلق المؤمن ولما من كان المره دائما يجب علي أن أخطبه بكل خطاب اللين ليش لأنه ليس قصدي أن نستفزه أبدا أني قصدي استنقاذه وتقليصه مما هو فيه من أفكار منحرفة أو جماعات منحرفة أو أراء شاطة تنافي تعليم الإسلام هذا قصدي بس لكل طريقة ولو بضرب الأمثال تعليم الآخر فن مش لابد أن يكون عندينه يا دكتوراه والله مرة تتعلم من شخص ما احترامي لأصحاب المهن يبيعي يخدم عبي حمال برويطة في السوء ولا في غير السبيل منه تسمعون أنه كلام مش عادي هذا مش الحال نعم من معي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله خي سالم أول شيء يا شيخ أقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت وجميع المستمعين وكل عام وأنتم بخير تقبل الله تعالى وعليكم السلام وكل سنة وانت طيب أنت والمشاهدين في كل مكان وجزاك الله خير عن معايدة نفبوك في الله يا شيخ أحبك الله الذي حببتنا فيه ونحن نبادل كل من يمشي على هذا الطريق هذا الحب والله عجبني موضوع الحلقة موضوع يعني هذا من نادر وكيف يكون يعني فيه برنامج اللي هو الأخوة الإيمانية موضوع بصراحة أنت حبك أدك على الجرح نشاهد الله يا شيخ ننفعوا الناس حين وانت وهذا موضوع مهم مهم جدا لأن يجب يعني هذه أنا أولا وعليك المسلم أن يعرف أن فيه شيء يسمعه أخوة الإيمانية آه طبعا فيه الأخوة الإنسانية وفيه الأخوة الإيمانية يجب أن نشوفه في المجتمع على مظاهر الأخوة الإيمانية ما نشوفه عكسها يعني ياريت ياريت والله يا أخو يسالم أنا نشد عليه يدك ونشجعك ونبي أو طبعا نقولك يا أخو يسالم طبعا أنت الآن تمتل جهة الشرقية وانين تمتل جهة الغربية بنحكي لك قصة غريبة عجيبة أنا قريش تتوعا قريب قالوا واحد أخديه إيناء وضع فيه مجموعة من النمل الأحمر ومجموعة من النمل الأسود وسكر عليهم وحطهم كل جنس احتمى بأهله وفراده وقعدوا فيه مساحة معينة في الإيناء تمام تمام بعدين شن دار هذا اخديه الإيناء وخضع اطلقى بطة الدنيا النمل الأحمر يحسب أن النمل الأسود دار عليهم غارع وبدوها تكتب نفس الشي النمل الأسود يحسب أن النمل الأحمر دار عليهم غارع وبدأ الطرفان يتقاتل بسبب ماذا السبب خفي عن الطرفين وهو من يهز الإناء نحن الآن في بلادنا الجنوب والشرق والغرب نتطاحن ونتقاتل نحن أخوة في الوطن في الدين في الدم في النسب في كل شيء ومن يهز الإناء خارج البلاد ولم نشعر بذلك عند البعض إلى هذه اللحظة أم تنفيقه ومم تنوله هل ومم تنوله خوت ومم تنبطله صراع ونعرفه ما معنى الإيمان الذي يربطنا ببعض ما نعرفش أخو سالمني ما رأيك في الكلام هذا والله يا شيخ أنا أقول لك أنا أكثر مجتمع شبته مترابط في المجتمعات الإسلامية المجتمع الليبي أكثر ناس مختلفين بالبعض لكن الموضوع هذا حتى فين الخوت من النسب حتى داخل العائلة وصل للدرجة هذه فالأمر مأفقد جدا نبه نبهوهم رأينا نخوت رأينا نقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله رأوا يمنعنا الإيمان من التقاتل في نقطة مهمة جدا يا شيخ في نقطة مهمة جدا جدا نحن معاش يعني مش كلمة لكن أغلبنا وأرجو أن أكون مخطي معاش عندنا قيمة لقيمة الأخوة الإيمانية بقيمة الأخوة الإيمانية معاش عندها وزن عندنا هذه المشكلة ترجع لي ضعف الإيمان معقول أنين شد خوي من مدينة معينة يعني نين مقتاض منها نبدأ نعدب شد أنوان العذاب كأنين نعدب في واحد خارج الملة لأن انتباين المكان الفلاني لا لا الله يقول لا تذروا وزنة المزرخ قتلوا ناس أبرياء بلا أي جنيرة إلا أنه دخل من مدينة إلى مدينة بس كارت يا أخوي سالم والله لو كانت الله عطى لقاعدة قالنا لا تذروا وزنة المزرخ يعني بارك فيك يا أخوي سالم أو حديدك شيء أو المتصدين كتر فجزاك الله على التواصل خير نأمل أن نتواصل معنا مرة أخرى إن شاء الله اتفضل معنا أبو عجلة سلام عليكم خيري حاجة عبدالطيف حياك الله أخي أبو عجلة الله يبارك فيك أستاذ عارك مبارك بالصحة والسلام عليك أنت والمشاهدين الله يبارك فيك أستاذ عبدالطيف جاب على الدعوة الستانية نصلي فيه جبل يا أتيخ عبدالطيف والله مش هلبة بالله يا أول ما تخش الجانع عنها فإذا الجزائر تتبع فوقها هنا فيها آية قرانية نكتب عليها سورة الرحمن لا بسورة الرحمن أنه في صور واحدة في الباب ووحدة فوق بقل ما؟ لا يزيك من درجة مستراب معاش بها مبقل واحد من عشر سنين عشرين سنة فاتذ بقى ورحة لكن توع يعني انعزمت معاش بقى مرة واحدة الآن توع عبر الأتير كثير من الناس سمعوا هالقصة هذه وإن شاء الله خوتنا فيه من رواد المسجد ومن المسؤولين في الأوقاف وغيرها يصلحوا هذا الخطأ جزاك الله وخير يديروا للصحة إن شاء الله بارك الله فيك شكرا لك يا معجيلة فزي ما قلناك في موقعنا لي سالم بارك الله فيه الآن كالكاو فعلا الأخوة الإيمانية غافية أو غابية أو متدرجة لكثير من الناس من لما تقول أخوة راو باكي حسابهم نسوين ما نتكلمش عليهم السلفات ما نتكلمش عليهم الحموات ما نتكلمش عليهم أبدا إنجارات ما نتكلمش عليهم المشاكل الآن اللي تحدث ما بين النساء المجاورات لبعض تسبب في قطيعها للرجال وخلل في المجتمع ومحاول في تعاون بكل وعداوة اللهم جيرنا بكلمة قالت هادي ولا قالت هادي كاية ولا هادي وسط الدوة ولا هادي كامش عرشن قالت ولا هادي حفظة الأخرى ولا لا ولا يحسن تبديرنا سحر ولا 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 كلام بعيد كل البعد عن أساسيات الدين الإسلامي فلا بد أن نتظافر ولا بد أن نقوم بوجبنا في هذا الباب فزي ما قلت لكم واحد مش مقتعلي يقولك لا لا والله الإسلام ما يقوله يكلم هذا بكل ولا يخش في دماغي ولا تكلموني عليها زي شنين زي أو لا تكلموا حاجة تهم بعض الناس ألبها ها يقولك الشيوخ شن علاقتهم بالسياسة ما تكلموني شنين الدين هذا خلوه بروحة والسياسة بروحة مسكينة كي مسيطرين على الفكرة ما هي أخي ما شي الحال سمعنا منك هذا رأيك هل رأيك هذا نزل فيه قرآن خلينا نقدسوهم عشان نتكلموا عليه أنت ليه بيومك الشيخ أنت طيار أنت بيكانيكي أنت طبيب أنت أي شيء في المجتمع أنت علاق ما يعني ليش بايت أوهن معقول السياسة حكر على جميع المهن إلا على الشيخ الشيخ أحمق والشيخ غبي والشيخ ما يفهمش في السياسة والشيخ المفروض ما يتكلمش على مواضيع الوطن بكل الشيخ يقول قولها بل بالعكس يا سيد الفاطر مش بنزكينك روحي أنا لما بتكلم بالسياسة وفق العناصر الدينية الموجودة في كتاب والسنة بين للديك في نتعامل مع الآخر أيًا آخر مستمع أو غير مسلم في بلادي أو في غير بلادي بين لي شرع يعني لما نتكلم عنك يا شيخ أنا ما نتكلمش باسميني عبدالطيف العالم أبدا أنا نجيب لك في النصوص بتقبلها أنت عملت بكتاب والسنة بترفضها أني والله ما عندي عليك سلطة أنك لا تهدي من أحبابك برش على قطبي من على قرأ أني أقولتك رأيه بس فالشيخ رأيه ما هوش قاضي أيًا كان ولو المفتي ربي يعفضه ما قولة هذا ما هوش منزم للآخر يقول لك رأيه علي ما علمني ربي يما غير ندير كده وتدير كده تقوي العلاقة مع الدولة المسلمة وتترك العلاقة مع الدولة غير المسلمة تقوي كده هذي قولة هذا ما هوش مشكلة وقال لك رأيه هذ الشيوخ مقعمزين فهمونا بالله يا أهل ليبيا يا إخوتنا في الوطن هذي الشيوخ يقعمزون في مجلس الأمم المتحدة يمشي يقعمز المفتي ولا غيرها ولا وزير الوقاف ولا أين واحد منه علاقته بالدين ولا يقعمزوا في الاتحاد الأفريقي ولا يقعمزوا في مجلس الأمان ولا يقعمزوا مع وزراء العرب ولا يقعمزوا في مجلس الأمم على المجلس مع الجامعة العربية وإنه يقعمزوا الشيوخ هذي مما صناعوا القرار هذي من يصنعوا في المسؤولية تمامنا هذي من يمشوا علينا زي ما يبوا شوفوا الشرائح هادي اللي تقعمز في الأمور هادي وحملوها مسؤولية ضياء الوطن ما عايز تقولي الشيخ عن ضياء لك وطنك أين كان الشيخ روم يعني نير رأيه محدود تي كيف تقول لي ضياء والله يا مادوريتوس ما نقولك المفتي المفتي عنده سلطة على أهل الوطن في طبرق والله عليه أهل الزيجزاو في تيزيو والله على رأس الطبل في النسمة والله في أي منطقة أخرى يقول ما علمه الله فقط وما سيحزبه الله عليه هذا اللي يقول فيه لكن من يجلسون في المجالس التي سبق ذكرها من المؤسسات السياسية العظمى في العرض هم هم اللي يحاددوا مصير البلاد يلموا الشمل يختاروننا المسؤول يفكونا من السياسة المهم بيناكم أن مع الشيخ اللي خدعته الدعايات المضللة وخدعته الحلقات البراقة عند بعض السياسيين الفهلويين الليبراليين العلماليين ما عنديش بي علاقة أني نكلمة نقول لها عن أي نيه نيه كناز عن أي القناة اللي نعطي فيها الآن نسمعها تناصح سمي أنت تقول تناصح ولا تقول يا السعد شغلك أنت لكن كل الكلمة تقولها بتحاسب عليها أنا مؤمن بأنها فيها نصيحها أو هذا أو برنامج قدامك ما يلزمني بيه حدا ما قال ليش تعال أنصح الأمة بساف عليك إلا واجب الشرعي ننصحوا كلنا نتمنى زي ما كنت نطلع من رأس الجدير لطبرق لي الكفرة لأي قطلوا له وين ما نبي وين ما ندرس لك أهل وناس حتى ما نعرفهم مشراهم بالعكس التصورة ما توقف بيك إن شاء الله في مرزق وإنت غريب أهل مرزق يجيبوها بيك أكثر من أهلك هنايا يا مرحبا بيك وتفضلوا وصلوا لك سيارتك ونديروا كل شي ونجيبوا لك سيارت وصلتك لطرابلس وكيف وانت ضيفنا وكذلك الكفرة وكذلك كل البلاد إذن نحن أخوت أعلاش الآن نفترق أعلاش كل واحد نسيح حق حق الأخوة فيما بيننا فليكون المؤمنون فيما بينهم شين يكون بيناتهم شيني التناصح والتعاون والدعوة إلى الخير والتحذين من أسباب البلاء والانحراف هذا واجب شارعي ما تتكلمش عنه حتى واحد من حق المسلم على أخيه المسلم حق فيما يقول ربي وفي أموالي محق معلوم للسائل والمحروم يعني الزكاة حق باشي بالعند الله مش مش بيلي لما طلعتني ألف جنيه ودورت الفقير ومشتقت عليه في حوشة وقلت له خذ حقك كان ندين من ربي مش يقول له انتصر بي يا سيادة الفقير طرح بالله كانك مستحق وتبني الفلوس تعالي في الحوش ولا تعالي في العمل باش نعطيك الزكاة أبدا ما يتسول عليه كوة لأنه فقر الزمان ولا ما تجي وانتصر بي كان مورد في النص فحتى هذا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يمحض له المشورة الصادقة أمت عندما يستشيره ويستنصحه أنا نخدم في مؤسسة قالت المؤسسة رابع نحطوك مدور شدرية والمالية جاءت لواحد من الرؤساء الأقسام والله من كده وتبليج معها رشحوني من شد المكان الفلاني شن رأيك بالله شن تنصحني في النصيح هذه طبعا هذا كايه عنده في دماغها هل بحجات يبيه المكان لي هو والله لي قريبة والله لنزيبة والله غيره تقول لي يا رجل اخطاك أرامه أنت بذلك خفرك أكبر من رأسك أرامه أن يجيبوك للرقابة والنائب العام أهرب مدى من الطريق قدامك لأن المسكين هذا كايه يخاف لا 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 بارك الله فيك والله من يجاءتها لو كان حتى لي رقبتي هو يطلع من هنا بعدين يقول أمه لما يجوه يشيني لا 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 يقدم اعتداري هذا كطول يقدم ألفه تم جامس كنت تنصف هي وتقول لي وتقول لي تجيني هاو قلت كنت فيها تي لا والله يرى أني يجابوني لها بالسيفة ما بالسيف علميني علمين تفوت فيه عند ربك يعرف أنك قداش اندرت من تحت الطاولة قداش كدبت وقداش خنت وقداش قلت نصيحة قصرية بيش تصل المكان هذا وعليه ستحاسب على ذلك أمام الله فأنا من الآن ينبغي لما يستجيرك واحد إذا كان تعرف أن الموضوع اللي استشارك فيه بيضرك إمتى شين يعني بيضرك إمتى أنا والله نخدم في مصطح معينة وندور في بنت الحلال ويعلم الله أنه جيت مرأة فيها شروط الزوجة الصالحة كلها لكن أموري المادية ما تسمح ليش أني نتقدم نقطة ونعرف روحي بعد عامين ثلاثة هنجهز نفسي جاني واحد شنع لها من أول ما بدانا في العمل قال لي وليا ولد اندرش خاف ربي ومصلي وكذا بينسألك عليه هل المرأة هذه تصلح تكون زوجة صالحة ايه ووا أضربني على الجرح اللي وجع فيها نيها دا تو كان بنقولها بتصلح بيأخذها مني ونها دي نبيها تبايش نتبيها أنت بعد عامين لمرأة من قد تتموت قبل تتبي تتزوج هي توا تيبا كده ما تبيك شو مقل تتبي غيرك على خاطر أن كده تبيها تكذب على الرجل وتقول له ها كده وكده وأن نصفتها ونعتها سيحاسبك الله احنا نأخذ الآن فاصل ونعود من جديد لاستكمال الحلقة بارك الله فيكم السلام عليكم سنن مهجورة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة مرحبا بكم الجديد معانا أسامة من طرابلس تفضل السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وعليكم السلام مرحبتين يا أخي وسامة كنت سألون تطيب شكرا لك حياك أو بيياك ونقول لك الشيخ عبدالله اللي يقولوا للناس ونخدرهم في كلمات رنان أن الدين ما عنده أشعالها في السياسة والله يعرف أن الناس لما تتصل بأكد أن حالها سيكون حال القوام وحال السداد وحال الخير يعمل للناس والمؤمنين خاصة لأن المؤمنين الأخوة عارفين أن النصيحة هي اللي حد تزغط صحيح لكن لما يخدموا الكلمات مع احترامي لك ياخد عمليهم والله خليهم والله يجب الله ما أحب لهم الله سيظهرهم على الملأ الفاقين والله سمعنا من الناس يا شيخ عبدالطيف يعلم أن المنبأ تطبيق المشايا هو ياخد كمشة أعجاب من كمشة مع احترامي لك زينا مفتين في الراحق ولكن حفظ الله زيدي وحفظ الله مشايخنا والإسلام جزاك الله وخير وسامة والله والله حديث معاك دين مشايخ شكرا لك أخو يسامة شكرا لك على تواصل معاك دين من غريان مرحبتين أخي عبدالحق أعلم سهلا حياك الله أنت وعرب الجبل كلهم بارك الله وفيك أستاذ بالله اختصار الوقت بنسل سواء يعني معلش أي تفضل يا أستاذ توجيب نحن نكلم عن الفقراء والضعفاء والصدقة وفيما فيهم اليوم يكلمني عليهم أخوة والأخوة يعني في المصطلحات الحديثة بما يسم كافو الاجتماع للعدادة الاجتماعية لكن فيه لولويات أي أولى أتانا أو الكلام هذا اللي نحكو عليه يعني من باب بتات اليوم الدولة الحديثة والإجارات والقزي والتطورة الرقم الهدية ورقم الوطني أين أولى الناس هما نعاونوهم ونعطوهم فلوس ولا صدقات فها متأكد وفي البعض عندما متأكد ما يرطي ولا نعطوهم حقوقهم من باب العدادة حق في العلاج حق في العمل حق في التعليم في فرصة يعني يعني هذا السؤال يبلي حلقة تامة حسنا صحيح وبرك الله فيك أنا ما بيش نخت إيه بارك فيك عبد الحق وكلام هذا إن وجهوا التوجيه السليم ونكلموا فيه إن شاء الله في حلقة سيما قلت أنت خاصة نعم من معي السيد عمر بن بنغازي السلام عليكم مرحبا يا أستاذ عمر باين في خلق معانا سيد يونس بن نصرات السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية طيب السادة واللطيف وعزك الله وبدالك الله كل خير شكرا لك شكرا لك هنا يونس بن متابعين الجيدين بيحفظك حتى أنت إن شاء الله بنفس إن شاء الله بنفس الخود من المرابطين بالخود السليم يا كريم اللهم أمين بارك الله فيك والله ما عندي ما بنزيد على أكلامك الحقيقة ما احترامي لك ما يجيدون لأنه يرموا في فشل وما يجيدون لشأن الشب وشاتهم يقولوا يقول الشيخ محمود رحمة الله علينا إن شاء الله تخبر أمين أمين حتى يعني يعطيني خير يعطيني فاشل حطة والله النعمة دي يتوحت لي بعد تطاول يتصل يقول عنده شوية سنية ويعقل لأنه حتى يحلم أنه يجب يتكلم فإحنا فرحلين أنه حتى يتصل يسمعنا الدليل على أن يدع هذه المباركة يعني فيها بالأسفل كثيرة وحب الله مع الوقت أثبت أنه يقول هو ما يكون بمالي يعني الواقع والحقيقة يعني وإنسان يدعو للحق وإنسان عقل يميز والذي والذي يقول من بصري كنت على مني أنه يقول الحق وإسمعه ويفعله زاك الله وخير يخوي يونس والله يسمعه ويقبله وإحنا وإحنا بلادنا وزي ما أقول الأهم واحد وذي يا أخوي مبكي يا نادي إحنا إحنا ندعو للحق ونجل للشرع وإنسان ما نصوص لمرضية ولكن إحنا إلا العنجائية والفكر المريض اللي أول الذي قاعد يقري لخصة الآخر يا أخوي يونس أرى وتول يسمع أكلامك البعض اللي هو فعلا يخاف ربي يسر به لكن الآكل الرباو الحرام ربي قال سمعونا للكذبي أكلونا للسحد والله فيه هو حديث أنا مجدد حتى نمخ من الشد تعال عبد العباس لما قال يعني هكذا حرام لن تقبل صلاة ولم تطح ورح أبا ما شاء والذي يعني تحرى للحلال يعني وفقت ورح للخير فرسل الله من الكل من المقبولين شكرا لك شكرا لك يا ستادي يونس ربي عبد على لقاء آخر مرحبا أخو يا عبدالله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك يا شيخ عبداللطيف حياك الله وبياك أنت وعربنا في بني وليد ورفلنا كلها يا كريم يا كريم شن تقولنا في موضوع الحلقة عندي ملاحظة بخصوص الأوقات في بن وليد قدمنا لهم نصيحة يا شيخ عبداللطيف بخصوص بخصوص يقضي ما يقدمونا الشيء والذكاء مقصرين ونبقوا نصيحة لهم يعني يعني الحول والأخوة إلا بالله يعوز بن وليد يا شيخ تعرف بحول الله يا أخوي عبدالله حندير حلقة خاصة بالأوقاف بارك الله أحبك هادي بنتكلم عليها لأننا بروح يراه مدير لمقلق الموضوع هذا بالله ما تنسانا يا شيخ شزاك الله وخير دعيلي بالتوفيق شكرا لك عبدالله الله معلق فضلوا يا سيدي بعضنا يد واحدة يجب عليك نصرة أخيك المسلم إذا وقعت عليه مطلع بأي بما تستطيع دفع الظلم عنا بما تستطيع فتكون في صفه بالدعوة إلى الخير وتكون في صفه بتوجيهه وتعليمه تعليمه بايش كيف يتخلص من ذلك المظالم كيف يعالج القضايا تلما يجيك واحد من الميرجيات من السرايا الأمنية من وزارة الداخلية يقولك والله اليوم تحنا فراس والله يمقطرين تقطير في الزنزانة تقول لها غير راجي منهم الرأس بقى غلطين هنتم تلما تعرفها غالف ما تسكتش عليه إذا كان فعل الظالم اقتصوا منه بما مركم الله به وكان هذا جيد قلع لها ضوافره تيما حد ما مننا عملتناش حد في حدود الشرع كلها أي كان الدير لهكي نعم من معي السيد عادل من طرابلس سلام عليكم شخص بارك شلمونك يا شخص شخص بارك حياك الله أخي عادل لبس عليك يا هل بمعش حصلناك ما البرنامج الله ينتبه وكالبرنامج لك ما عصي للدولين أجمعش لا والله زحمة يا أخوي عادل راك تتكلم على ستة مليون ما نعرفش قدناش واحد منهم يتابع فيه نص الله نص الله أنه يكون العمال رب يسجد العمل يا كريم جزاك الله وخير أنت رب يحكم الأعمال بالنياب ما فيه شك ما فيه شك جزاك الله وخير والله شخص بارك شنا ألمان حلقة والله كيف خشيت هو الإيمانية أنت خوك المؤمن لما تقع عليه وقعت عليه مظلمة والله يضرب فيه من غير كذا والله واحد بيقدم فيه تقرير وانت عرفت أنه باطل وأنه يدل أي مشكلة في خوك من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يعنينيش خوك منين من الشرق من الجنوب من الغرب من تونس من مصر ما يعنينيش هذا نصر تولى لا هو الأول حاجة توقع في العامة رب يخلق يا المؤمنين من أخوة مؤمنين أحوة هذا من أين كان المؤمن بالظبط بالظبط طوى أنت خوك لنفرض يا عادل خوك يملك سريع أمنية في ليبيا ومشي يقعمس في حوش مواطن ظلم لأنه عنده الـ 14.5 وعنده السلاح كله تشكتنا خوك عن المصيبة هذه لا لكن بنقولك نحن نحن يعلم بها لله باقي كان من حكم ونحكموش العاجة وأول حاجة نديرو كل شي بمثمياتها ونمش خطوة خطوة درجة درجة صحيح إحنا الإعلام دعنا سامحني قاعدين قطرين إنما كانش عندنا تقافة الإعلام وحرية الإعلام وحرية الكلمة لكن دائما مباروض نرقو درجة واحدة واحدة نمش خطوة خطوة أول حاجة قانون بالعدل هلاش كلهم غايبين عليهم يتكلمونش هنا نكلم فيك مهض بوزارة عادل وفي تقصير تام من جميع نواحد دولة احنا المؤمنين اخوة اللي بيديين واحد وكلهم يصلوا في مسجد واحد وكلهم انتبات وكلهم معايلة واحدة المفروض نداووا مشاكلنا بما يرضى الله من فوق العدل يشغى هذا كله يحرش يوجع الحق لكن ميحرش يحرشهمش ميدير الشوائب وراها ميدير مش مشاكل يمشي وقلاص ينزل الحق يضمط كنا نصيموا في شهر رمضان كنا نصولوا كنا نزوجوا صنص الله ورسولها كنا نوحدوا بالله فلهذا التقصير رغم من على سلطة في ليبيا لأقل سلطة الحمد لله تساوت ليبيا معاش فيه ميل نتار صحتين والفقير ياكو المعروف لكن المفروض من فوق فيه طاهلة اسمع قانون العدل على الكل صحيح حتى العمال اللي معنا الدخل يتساووا معنا بالضبط هذا العدل هذا اللي نزل عليه كل شيء ينتقى من الشوايب والفوض والي صاير فينا لك احنا كل واحد يزل بتركينا وما شيء نيكي لا صار من انضخابات ولا صار من رواتب ولا فيه عمل ولا حشي تمشي شويه توقف الناس اللي قائمة على المباطل والله هذه برضاها جهودها ونصر الله انها يثبتنا ونصر الله يثبت لعمال شكرا لك شكرا لك أستاذ عادل رب يعفضك كل سنوء تضير شكرا لك شكرا لك مشكور انا يقول لكم ماهو انا بعض اللي بحكم مهدي الناس جييني امرأة طيرتها من رجل ودارلي 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 او بالعكس يجيني راجل طيرتها من مرته ودارلي 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 لما نهدسه عاما شوية يا مط الله اتق الله في زورشك وصلحي الحال والله غالب وعشرة عمر وعشر خمستاش عام ثم مع بعض ومعاش تقي خير منه ومعاش تقي خير منكم ومنتو حنكم بيناتكم صغار تقول لي لا انا والله امشيت حتى المستشار فلاني وقال لي هادي غير برية المحامية تديري فيها قضية وتور ربه شامت ربيه ومدل ليه وتتعي الله في الصغار المرأة اشكتلي صح وقع عليها الظلم لكن الظلم اللي بتوقع انت بعدين في بعد الصغار علي ابوهم اكبر من الظلم اللي رفعتها من الرجل على المرأة ما هو انت بيتشبه عندها كيف انت بيتخلص الناس من انه جاكل هذه تياخي انت بتفهمش في الامور هذه وينكن انت مقتص قاضي قاضي انت في الجنائي او قاضي مش عنهم ما كش في الشرعي لما تجيك مرأة تبكين لك من لو تصدد تسمعك لا ما وتقول هذا والله ما خير لك من تربيه بل ليه ما تربيه ليه ربيها هادهم لبعض اكتب لهم ربي هيكي بناتهم متاق غاليض من جنق الطروح ليه ابدا نصلحوا ببناتهم بيض انت قال ان يريدها اصلاحا ها وصلوا غير ان يريدها اصلاحا ما هوش سأل اللي منهم اللي يملو الحكمين حكم من اهلها وحكم من اهلها ان يريدها اصلاحا اي الحكمين يوفق الله بينهما فالخضية رأي مش خضية تسألة انت اول ما تسمع من امرأة ولا تسمع من خوك ولا تسمع من تاني جا تنشكي لي جاري تعالي راه ولدك دار ينزيع افريت انا لاني خاف من ولده هو وانا نعرف انه خيف ولده وما تبيش نحضره شنك اني ربي ولدك مانيش من ربيه ولدي ربي يروحك انت ولو كانت المشكلة بيني وبين ولده ولت بيني وبين صغاري وصغارة وبنيه هو وضنيه عمنا في بعض وبرها الله ينعرف والله يدكاترة ارصاص وقع بناتهم قتلى ستات جامع يقى روحها مرمي في السجن لا لي شي الا ان اخوه وقع في مشكلة ما كان في غينة عنها هو أصلا لكن يقى اخوه يضارب هو شارة يجب علينا علاج القضايا هذه يجب علينا ان نحقق لكل مسلم مطلوبه بالطرق السليمة الشرعية ايه ادخويني ظالم غاشم شندير لا الرسول صلى الله عليه انصر اخاك ظالما او مضلوما قالوا ننصره مضلوما يا رسول الله فكيف ننصره ظالما فبين الرسول صلى الله عليه قالوا كل ناصر له بيش بان تردعه عن الظلم وتبين له نتائج الظلم الوخيمة في الدنيا والاخرة تحذره من مظالم العباد تقول له بان عينك ان نامت فالعين المظلوم لا تنام وان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله اجاب وانها مستجابة وانه عليك ان تتقي دعوة دعوة المظلوم تانية مشاهد اقتلت واحد اقتلت هيك اني كان يتم فيه لانه ما باشي بيعلي ارضه والله ما باشي يقول كلمة قداء اللي تنفعني نينيه وبعدين وماتت كل ما فتكيت منها مات هو لكن عندي زوجتي مسكينة قوعة ارملة اعطته لي دعوة في غسق الليل خلتني نعاني في صغاري وفي زوجتي وفي اهلي وفي ناسي بدون ما نشعر لاني نينيه اللي بدت عليها بالظلم لاني نينيه اللي بدت عليها بالظلم لاني نينيه اللي تعتلها سندها وظهرها لاني نينيه ده كلنا نستاهلة يا اخي المؤمن لما تشعر ان خاك المستبين هو بينه زوجتي اتقاق ونزاع وانت قادر على الاصلاح بحومة لكم انك عديل لا انا والله اني عديلي ضرب عياله ما تصيل في كل البيوت لما نمشي لحوش ان سيبي ان سيبي والع انزل في عديلي قدامي وهذا يهودي وهذا مستدرس الناس يقول ليه والله حق يا حاج زيدة لاني نيني انا من الطعملاء قدام ان سيبي توا ما ضربت لاش بنت هاني اني توا مفتن بين ان سيبي وعديلي تعلاش تتق الله يا اخي في الامر هذا تي عاديلي كراو غير المرحام توا تفتر شهر شهرين وتعرف ان ابوها عاجز عن نفقتها ايه وصغارها وان زوجها احصل لها عشر سنين واخطى في حقها سبوع بتقيمها عشر سنين كلها عليها سبوع هذا اي انخطى دار معها لكن رأي ما اصلاح ما عندهاش حل الا حوش للزوجية صغارة تربو مع ابوهم فانت كلمة طيب خاطر نسيبك يا حاج راو مرات ذاك اليوم والله من دليل اخطية العديل يا دا يا راو راو مرات دواما ما نعرفش باك اخدي حاجة مش ليه بلك تربوه بايه روح راسها مقلوب الفوكلوطي غير نفوت لهذه يا حاج شوية غير نرخي انت غير حابك انت وانسيبتي علاش تراو بكل عورم صغار يا حاج لا ولا لما نربوه ولا من طلعوهم العوش ولا مش يدور يدور زينا تجيني يدور زي ما تدور وطلعت انت والستة الصغار اللي خلادوا كنت جمعهم وامشيت بيه هذا كلها فيا زوجة ويا زوج امعاش من حقكم انكم انتم تنتصروا اللي بفزكم في الخصام ما هوش من حقكم انتي يا عياتي وكرتي وبرغمك ووراك نجوم في عزي القائلة كان من اول يوم من اول اسبوع من اول شهر ديسي دي من اول عيل البعيدة تنتي عندك ثلاثة عربة وجايد تقول لي تأوى نيو والله معد تألي مني تنتي عندك الاهلية والقدرة والقدرة التامة امام الله تربي الصغار هدم للي يتزوج ويمشوا في حالهم تحطي في روحك مسؤوليات انتي في غينا عنها وانا يا ربي كان بيربي نيو والله يتأوشين من اللاي مبعدنا ونرجعوا والله غالب واني حسبي الله وانيعم الوكيل فيه ربي يصلحها لهم نقول حسبي سادة سادة من الطوري الناس الموضوع وتعوليها لأخوتها والأهلها والجيرانكم والعدلاتكم والمشاكل في غنان عنها ربك يكون في القرآن وإي مرأة وإي مرأة قافت من باليها نشوزا أو إعراضا فلا جنا علي من يصالح بينهما صلحا وصله خير والصلح خير رأوا الموضوع مشاهلا دي شجون زي ما يقولوا ولنا حلقات أخرى فيه لأن كل فقرة فيه تستأن تكون حلقة فجزاكم الله خير على حسن استماع ووفق الله جميع ورفع الله بنا وبكم ولنا لقاء آخر وصلى الله على محمد وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة